الحقيقة الموسم الكرة والجديد يعني هيكون مختلف تماماً يعني هيكون صعب ويكون عنده مبارات كثيرة جداً جداً ده بياخدنا للقضية اللي تكلمنا عليها الإسبوع اللي فات تاني بقول يمكن من الحاجات الأساسية اللي يمكن اتعامل عليه برنامج المحترف مش هنتكلم شوية على الجداول والكورة والانتقالات لا بنتكلم كمان على ملفات وقضايا احنا شايفينها في مصر وبنحاول بقدر الإمكان ان احنا بنحسن شوية من خلال الحمد لله عندنا فريق إعداد ولا أرواع وانا من خلال خبراتي يمكن اللي اكتسبتها بوجود في أوروبا لمدة 15 سنة كان من الأساسي ان هذا البرنامج بيقدم بعض الاستشارات بعض المقترحات اللي من شأنها نحنا نعلي شوية يعني نعلي الدوري بتاعنا شوية على مستوى المنتخبات نمشي بخطة احترافية بشكل كبير حقيقة فتحت مع حضراتكم الملف ده الإسبوع اللي فات عن دور المحترفين ودور الدرجة التالتة مين اللي هيصعد ومين اللي هيجي ومين اللي هيروح وتاني بأكد لحضراتكم كل الاحترام لكل المنظومة اللي موجودة في اتحاد الكورة ما عندي ناس شك أنا على المستوى الشخصي يعني عندي علاقة طيبة بكل الناس بكل الناس يعني أصدقاء وعزاز لكن احنا بنتكلم على رأي عام بنتكلم على شكل عام للكورة المصرية الحقيقة يعني النظام الجديد اللي تحط كان مفاجأة للجميع يعني كل الناس بتتكلم يعني إزاي فريق من الدرجة التالتة يصعد مباشرة للدور الممتاز دون العبول لدور المحترفين أو الدرجة التانية يعني زي ما انت عايز تقول أو تسميه سميه ودوة الحقيقة يعني ملف دايما بنقول ودايما بنقدم الأفضل من وجهة نظرنا من خلال وجهة نظرنا اللي يمكن اكتسبناها من خلال خبرات كتيرة جدا جدا عبر سنين طويلة وبنحاول نصلح الصورة لو شفنا حاجة غلط شايفين إنها غلط بنتناقش فيها مش انتقاد لأشخاص بعينها الحقيقة يعني ما فيش انتقاد لشخص بعينه ولكن الحقيقة بنحب دايما نضيف أو لو عندنا قدر من المعلومة إن احنا نضيف حاجة للكرة المصرية للدور المصري زي تكون المسابقات مستقرة بشكل جيد بنتكلم على دور المحترفين خلي بالكوا أنا يعني من مؤيدين جدا 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 لدور المحترفين اللي هو دور الممتاز به إنه يكون مجموعة واحدة السنة اللي فاتن كان ثلاث مجموعات وفرع عدد كبير جدا لكن من السنة اللي جاية أو من الموسم القادم دور المحترفين فيه عشرين فريق ده شيء يحترم جدا وشيء كان مهم جدا للكرة المصرية وأعتقد حيفيد الكرة المصرية بشكل كبير لو تم تسويقه بشكل معين لو تم إزعته بشكل معين لو إن شاء الله وهيكون فيه خلي بالك مميزات جدا أنت بتوسع قاعدة الاختيارات على مستوى المنتخبات وخاصة المنتخب الأول هيكون عنده قاعدة ويتفرج على مباريات بشكل منظم ده شيء الحياة يحسب لاتحاد الكرة إصراره على دور المحترفين النقطة اللي يمكن كان فيها الخلاف شوية عملية الصعود السنة اللي جاية بالنسبة للدور الممتاز وصعود فرقتين من الدور المحترفين وحزوز فريق آخر من دور الدرجة الثالثة للدور اللي بعد الحياة هي دي التحفز الوحيد وما زال يعني حتى اتحاد الكرة يتكلم أنه كان دورة سوداسية حضراتكم هارفين دور الدرجة الثالثة ست مجموعات أوائل المجموعات هلعبوا دورة سوداسية كان البطل هيصعد فيها للدور الممتاز جيت تحاد الكرة لا البطل من هذه الدورة السوداسية هيلاعب تالت دور المحترفين ما زالت النقطة هي هي ما زالت القضية هي في عملية الانتقال المباشر من دور الدرجة الثالثة للممتاز الحياة النظام غريب شوية يعني لسه مش مفهوم بشكل كبير والحياة يمكن أنا الحلقة اللي فاتت تكلمت على الدوريات في العالم كله يعني كيف تدار الدوريات في العالم كله على مستوى الصعود والهبوط ازاي الاندية الدور الممتازة بتهبط كم عدد الاندية اللي بتهبط كم عدد الاندية اللي في الدرجة الاقل بيصعده وتعالوا كده مع بعض ثواني نشوف الناس بتشتغل ازاي في العالم كله وفق نظام معين ونظام محدد معلن من زمان جدا ونظام الصعود والهبوط في بعض الدول وعلى مستوى الاوروبي وعلى المستوى كمان الافريق طيب عندنا الدوري الانجليزي مثلا الدوري الانجليزي عشرين نادي بيهبط اصحاب المركز التلاتة الاخر بينزلوا الى التشامبينشيب قالية الصعود بقى من التشامبينشيب بتتغير شوية يعني خلينا نقول دوري المحترفين بيتم تصعيد الاول والتاني بشكل مباشر يعني من دوري المحترفين البتعنا بيصعد الاول والتاني بشكل مباشر ولكن على مستوى المركز التالت بيعملوا حاجة اسمها البلاي اوف دول بياخدوا اصحاب المركز التالت والرابع والخامس والسادس في الشامبينشيب في دوري الدرجة التانية في انجلترا بيعملوا دورة مصغرة ما بينهم وكمان يعني المركز التالت بيواجه المركز السادس عشان يكون ليه اولوية انه المركز التالت اقوى بيقابل المركز التالت والعكس الرابع باللعب الخامس المهم هذه الدورة بينتصر فيها واحد هو اللي بيصعد إلى البريميال ليج يعني اتنين بينزلوا او التلاتة بينزلوا اتنين من الدرجة التانية بيطلعوا مباشرة وبيعملوا دورة سوداسية دروب عاية ما بين التالت والرابع والخامس والسادس اللي بيصعد للبريميال ليج على مستوى أسبانيا أسبانيا 20 نادي بيهبط أصحاب المراكز التلاتة الأخيرة يعني آخر تلاتة بينزلوا طيب عملية السعود عملية السعود زيها تقريبا زي الدوري الإنجليزي بيصعد الأول والتاني مباشرة والأندية من المراكز من التالت إلى السادس بيعملوا دورة مصغرة بيصعد منها البطل هذه الدورة إلى الليجة أو الدوري الأسباني القسم الأول طيب الدوري الإيطالي 20 نادي بيهبط برضو أصحاب المركز التمنتاشر والتسعتاشر والعشرين آخر تلات مراكز بينزلوا طيب عملية السعود بيصعد مباشرة الأول والتاني في جدول الترتيب لكن من المركز بقى التالت إلى المركز التامن مش السادس يعني بياخد من التالت والرابع والخامس والسادس والسابع والتامن بيلعبوا كأس مصغرة التامن بيلعب الخامس والسادس بيلعب السابع والمتأهلين بيلعبوا أصحاب المركز التالت بيلعب الرابع يعني التالت بيلعب الرابع واللي بيكسب بيستنى الفائز من المجموعة التانية بيلعب مباراة والفائز في هذه المباراة بيصعد للسرياء أو الدوري الممتاز الأول أو القسم الأول في إيطالي ألمانيا نفس الشيء أنا عشت كثير في ألمانيا اتغيرت بعض الحاجات شوية لكن هو طبعا بتتكلم أصحاب المركز التسعتاشر والعشرين بينزلوا بشكل مباشر يعني عندهم عشرين فرقة بيتم صعود من الدرجة التانية صاحب المركز الأول والتاني مباشرة وبيعمل ملحق ما بين صاحب المركز التمنتاشر من دوري الدرجة الأولى أو من البوندزليجا وصاحب المركز التالت من السفايتا بوندزليجا أو الدوري الدرجة التانية بنظام مباراة زهاب وقياب واللي بيفوز بيصعد للبوندزليجا كذلك الدوري الفرنسي عشرين نادي بيهبط آخر ثلاث بيهبط المركز التسعتاشر والعشرين بشكل مباشر الأول والتاني من الدرجة التانية بيطلع بشكل مباشر بيتم ملحق زي ألمانيا تقريبا صاحب المركز التمنتاشر في الدرجة الأولى بيلاعب المركز التالت في الدرجة التانية وده برضو بيبقى مباراة رايح جاي وبيصعد فيها على مستوى الليجا الأسبانية طيب ده بتقولي على مستوى أوروبا طيب تعال نشوف على مستوى أسيا إزاي الدوريات دي في أسيا بتشتغل الدوري الياباني 18 نادي في النهاية بيتم هبوط أصحاب المركز الستاشر والسبعتاشر والتمنتاشر طيب التصعيد بيتم تصعيد أول تلاتة أول تلاتة في الدرجة التانية بيصعد بشكل مباشر إلى الدرجة الأولى سهلة جدا الدوري الصيني كذلك هم 16 فريق 15 و16 بينزلوا للدرجة التانية وأصحاب المركز الأول والتاني من الدوري الدرجة التانية بيطلع للدرجة الأولى الممتازة الحقيقة ده السهولة والشكل الواضح حتى على مستوى المنتخب أو على مستوى الدوري الإماراتي كذلك أصحاب المركز الأول والتاني في الدرجة التانية هم اللي بيصعدوا الدوري المغربي 16 نادي مثلا في الدورة الممتاز بيهبط بيهبط صاحب المركز الخمساشر وستاشر آخر اتنين بينزلوا بشكل مباشر للدرجة الأولى وبيصعد أول وتاني البطولة في القسم التالي إلى القسم الأول حية احنا بس بنتكلم ده على أساس أن احنا زي ما بقول لحضراتك كل الدوريات بشكل كبير خاصة عملية الصعود للممتاز دي بيبقى فيها مشوار صعب جدا يعني فيها أندية بتبدأ من الدرجة الرابعة بتبدأ رابعة وتالتة وتانية وبتاع دي انت تخش دوري ممتاز فالبلانينج هو ده الموجود لما شفنا في حاجة مختلفة شوية احنا حطينا سبوت عليها وبنحط السبوت دوت على أساس زي ما بقول لحضراتكو مش انتقاد لأشخاص لكن انتقاد للفكرة نفسها أن انت بتعرض فكرة مش موجودة على الساحة سواء على المستوى أوروبا على مستوى أسيا مش موجودة الفكرة دي طب الفكرة دي يعني طب انتوا بتعملوا فكرة جديدة طب الهدف منها ايه يعني ايه اللي حييجي بالاضافة على للكرة المصرية او ايه اللي حتضيفه او الفكرة دي يعني في النهاية هتبقى ماشية ازاي وليه الفكرة دي جات اصلا كل دي على ما تستفهم الحقيقة يعني بنرسدها من خلال المحترف وبنعرضها على الناس بنعرضها على الرأي العام ويكون فيه مناشة الموضوع مش موضوع انتقاد وده اللي بتعملوه الكلام دوت خلي الناس تطلعوا تتكلموا واحنا نقول فكرة وحد تاني يقول فكرة وبالتالي وبالتالي نوصل في الاخر الى شكل معين وشكل منتظم سواء لدوري الممتاز او سواء لدوري المحترفين او حتى سواء لدوري الدرجة التالتة باي